أنا حجيت في عام ستة وثمانين ولكن لي لا أدري هل طفت طواف الإصابة مع طواف الوداء أم لم أطف أرشديني ماذا أفعل الآن هل أطوف طواف الإصابة بعد أن أعتمر أو قبل أن أعتمر ودهوني لذلكم الله خيرا لابد أن هذا الشك لم يحصل لك إلا متأخرا والحز متقدم هلا تنظر إلى هذا الشك لأن الشك إذا جاء بعد الفراغ من الإبادة إنه لا يتفت إليه أما إذا جاء الشك في أسماء العبادة فإن الإنسان يبني على اليقين لأن الأطل شغل الزمة ولا تورأ الزمة اللي بيقين فالحاصل أنه إذا كان هذا الشك جاء متأخرا والحزم تقدم بإيثمين كما لفر فهذا لا يؤثر إن شاء الله وإن رئيس من باب الاحتلاق لك كذب تطوف الإصابة وتنسعى تنلح شاكا عن طواف الوداء الذي تفته قبل وقته وزيها على فقراء هذا من باب الاحتلاق وإذا كان حقا لي السماع في هذه الفترة تنبح شاكا ثانية بفعل المحظور قبل التحلل الثاني توزيوها على الفقراء تعمل هذا من باب الاحتلاق فلا بأسا أما الوجوه فلا نرى أنه يجب عليه شيء ما دام أن الشك إنما جاء متأخرا لأنه ربما يكون إلا الوسواة جيد يا ربكم الله خيرا وحماي لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر